رواية أخرى يذكرها ابن قتيبة الدينوري ومصادر شعية أخرى كشرح نهجة بلاغة وغيرها وتؤكد هذا المعنى وتقول إن حجر بن عدي وعمر بن الحمق وعبد الله بن وهب الراسبي دخلوا على علي فسألوه عن أبي بكر وعمر ما هو موقفك ما تقول فيهما وقالوا بين لنا قولك فيهما وفي عثمان فقال علي عليه السلام وقد تفرغتم لهذا يعني ما عدكم شغل جايين تسألون الأسئلة هذه وهذه مصر قد افتتحت وشيعة فيها قد قتلت إني مخرج إليكم كتابا ونبئكم فيه أو أنبئكم فيه ما سألتموني عنه فقرؤوه على شيعة البيان صدر الإمام علي عليه السلام فأخرج إليهم كتابا فيه كتاب طويل حتى في نجب الآخر يذكر مقاطع من عنده هنا وهناك وابن أبي الحديد المعتزل يجمعه في مكان أيضا فنخنص مع هذا البيان المهم بالحقيقة لكثير من الشيعة السلبيين غافلين عن هذا البيان البيان العظيم الوحدوي الذي وحد المسلمين يذكر تاريخي يقول فلما مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم تنازع المسلمون الأمر بعده فوالله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر على بالي أن العرب تعدل هذا الامر عني فما رأى عني إلا إقبال الناس على أبي بكر وإشفالهم عليه فأمسكت يدي ورأيت أني أحق بمقام محمد في الناس ممن تولى الأمور علي فلبست بذلك ما شاء الله حتى رأيت راجعة من الناس راجعة عن الإسلام يدعون إلى محو دين محمد وملة إبراهيم عليهم السلام فخشيت إن أنا لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى في الإسلام ثلما وهدمة تكون المصيبة بي علي أعظم من فوت ولاية أمركم التي إنما هي متاعه أيام قلائل ثم يزول منها ما كان كما يزول السراب فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر فبايعته لا يجعوا هجموا عليه بالبيت ولا جروا بأمامته ولا أرهبوا ولا حركوا الدار عليه ولا أنه لم يبايع حتى رأى الدخان في بيته كما تقول الروايات المختلقة والموضوع يواصل الإمام علي يقول ونهضت معه في تلك الأحداث حتى زهك الباطل وكانت كلمة الله هي العليا وأن يرغم الكافرون لاحظوا هذا المقطع الآن هنا فتولى أبو بكر رضي الله عن تلك الأمور فيسر وسدد وقارب واقتصد فصحبته مناصحا وأطعته فيما أطاع الله فيه جاهدا فيه أعظم منه الكلمة عن أبي بكر هذا المعالي يصفه بها فلما احتضر يعني كان في بعض الأشياء البسيطة خلافات يعني بسيطة فلما احتضر بعث إلى عمر فولاه فسمعنا وأطعنا وبايعنا وناصحنا فتولى تلك الأمور فكان مرضي السيرة ميمون النقيبة أيام حياته فلما احتضر قلت في نفسي ليس يصرف هذا الأمر عني فجعلها شورى وجعلني سادس ستة إلى أن يقول ثم قالوا لي هلما فبايع أثمان وإلا جاهدناك فبايعت مستكرها وصبرت محتسبا وقال قائلهم إنك يا ابن أبي طالب على الأمر لحريص فقلت لهم أنتم أحرص إلى أن يقول حتى إذا نقنتم على عثمان فقتلتموه ثم جئتموني تبايعونني فأبيت عليكم وأبيتم علي فنازعتموني ودافعتموني ولم أمد يدي تمنعا عنكم ثم ازدحمتم علي حتى ظننت أن بعضكم قاتلة بعض وأنكم قاتلية نقام مزدحمين عليمان وقلتم لا نجد غيرك ولا نرضى إلا بك فبايعنا لا نفترك عنك ولا نختلف فبايعتكم ودعوتم الناس إلى بيعتي فمن بايع طائعا قبلت منه ومن أبى تركته فأول من بايعني طلحة والزبير ولو أبيا ما أكرهتهما كما لم أكره غيرهما فما لبث إلا يسيرا حتى قيل لي كتخرج إلى البصرة في جيش ما منهم رجل إلا وقد أعطاني الطاعة وسمح لي بالبيعة هذا ابن أبي الحديد في شرح نجل بلاغة جزء 6 الصفحة 95 وأيضا ينقلون عن كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي جزء 1 صفحة 305 ولكن هذا الكتاب مفقود بالحقيقة وطبعا الدينوري بن قتيبة يذكر في الإمام والسياسة جزء 1 صفحة 133 وعندما جدد الشيعة بيعتهم للإمام علي بعد خروج الخوارج إلى حروراء والنهروان قالوا له الشيعة قالوا يعني أتباعه يعني الشيعة كانت سعني سلك الأيام ليس مثل ما الآن فهمك كفريق من الشيعة هم أتباعه قالوا له نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت فشارط لهم الإمام أن يوالوا من والى على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم ويعادوا من عادى على سنته فجاء ربيع ابن أبي شداد الخثعم وكان صاحب راية خثعم في جيش الإمام أيام الجمل وصفين لأن الجيوش كانت أشائر يعني مع بعض فقال له الإمام بايع على كتاب الله وسنة رسوله فقال ربيع وعلى سنة أبي بكر وعمر فقال الإمام لو أن أبا بكر وعمر عمل بغير كتاب الله وسنة رسوله لم يكون على شيء من الحق هم عملوا على كتاب الله وسنة رسوله فعندما طالبك تعال بايع على سنة الله ورسوله يعني هو كتاب الله وسنة رسوله يعني نفس الشيء وقال الإمام ترجمة نانسي قنقر